إن كلهم هكذا يا رئيس الفاس إذا أقالوا من المنصب غير رأيه لا مش كلهم يعني في ناس يخرج من المنصب ولا يجلس في المنصب يبقى رأيهم وحد وعلى مبدأ ونفس المنطق ونفس الهدف ما بيغيروا شعراءهم ولا مواقفهم زي هذا مثلا يعني هذه الحكومة الفاشلة التي لم تقدم للأبناء القنوب لا خدمات ولا رواتب يعني على الأرض لا كهرباء لا مياه هذا رأيه هذا رأيه دائما وأبدا ما يرتحش للحكومة وردها ولا يعترف بها أظلا وهذا من الحق وهذا رأيه يعني رأيه دائما لا يتزحزح ولا مثقال ذرة من شصعي نعلك ليب وهذه المجموعة كانت شغالة من ضمن أيضا الحكومة اليمنية عيدة روسي الزبيدي كان محافظ أحمد بن برايك كان محافظ أعتقد هاني بن برايكناي برئيس المجلس كان وزير إذن هذه المجاميع كانت موجودة في الحكومة اليمنية يا السلام كانوا في الحكومة كل هؤلاء كانوا في الحكومة وقتها كانوا وحدويين ونصوطنيين يعني وكانوا يشوف الحكومة أن حكومة وطنية مخلصة والرئيس هادي رئيس شرعي يعني يتخذ قرارات جريئة وحاسمة لمصلحة الوطن وكانوا لا أهم لهم إلا وطن ودين عرفنا هذا الفقي قلب بعدها قلب حتى على الصين ليس إلا على هادي والحكومة وأيضا هذا خلاص تمام وهذا معروف موقفه باقي الثالث هذا عيدروس الزبيدي كان محافظ كان محافظ بس هل هو نفس العين ما أعتقد شعني أحس أنا يمكن يطلع منه هذا حاجة وأتوقع أنه ما تغرش المناصب قرار الرئيس عبد الربو منصور هادي نقل البنك المركزي إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن الغرار طبعا هو تاريخي وشجاع وأتى بالوقت المناسب من فخامة الرئيس طبعا عبد الربو منصور هادي الذي أتى في الوقت المناسب طبعا هذا الغرار سيعيد الأمن والأمان إلى طبعا جميع ربوع اليمن بإذن الله تعالى قرار نقل البنك قرار حكيم وشجاع من فخامة الآخر رئيس وجاء في وقت المناسب من أجل تحقيق الأمن والأمن لكل ربوع اليمن يعني شوفوا حتى النفس الوحدوي كيف عندهم يعني نفس عنده وحده ولهذا أنا حاسس أنه هذا مختلف نفس وحده وحده ما بهمش منطقته كل ربوع اليمن وقال لكم أن قرار نقل البنك شجاع وحكيم من فقامة الرئيس يعني نفهم منك أنك مؤيد لقرارة الرئيس وتشوف فيها حكمة وشجاعة